ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل نرحب بك المهندس أزهر ونبارك لكم إقامة هذه الحلقة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونطلع بداية المشاهدين على أبرز محاور استراتيجية التعمين في القطاع اللوغستي وبرنامجها كذلك التنفيذي جزاكم بخير وشكراً للإستضافة الورشة حقيقة تعتبر واحدة من المراحل في محاور البرنامج لتوأمة أو بموأمة السوق العمل من ناحية العرض والطلب بين الخريجين ومتطلبات السوق العمل والقطاع اللوغستي لا شك هو من القطاعات التي يعول عليها في البلد وطبعاً يمثل جزء كبير من اهتمام رؤية عمان 2040 فبالتالي الطاقة الاستعابية في التوظيفية يعول عليها كذلك وهذه الورشقات لهذا الغرض لجعل الخروج أو التركيز على محاور مهمة جداً في هذا الإطار من حيث جعله قاذب كقطاع للشباب العماني وكذلك جعل الشباب العماني جاهزين وذو تنافسية للأخذ بزنام الأمور في هذا القطاع وكثير محاول أخرى التي تصاحب هذا المحور من ناحية الأتمة ودعم والشراكات ودعم التدريب وقياس الأداء كل هذه المعايير المهمة جداً في إن شاء الله إنقاذ هذه المهمة وهي جعله قادر الاستعاب أكبر قدر من القوى العاملة الوطنية وكذلك محفز أيضاً لشباب والضبط نتحدث أيضاً عن الحلول والمقترحات التي ربما طرحتها الحلقة وناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة حول التشغيل وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية ما في شك طبعاً هذه الورشة هي يعني أو هذه الدراسة هي بشراكة مع كثير من القطاعات الحكومية والخاصة ما في شك يمكن نذكر بعضها وزارة العاملة وزارة النقل للتصالات طبيعة الحال وأيضاً يعني الجمعية العمانية الجستيات وكثير من الشركات أيضاً في القطاع التي أدلت بدلها سواء شركات حكومية أو شركات خاصة هذا الشراكة جداً مهمة لأنك في النهاية أنت تحتاج هؤلاء الشباب أنهم يتدربوا على رأس العمل صفحة هذه الشركات فمن ضمن البرامج أو الحلول المطروحة مثل ما يعني لإجابة على سؤالكم مثلاً هل التدريب هذا يمتد إلى سنتين سنة هل يحتاج دعم مالي فكل هذه من ضمن المقترحات المطروحة هل يحتاج أيضاً الشاب إلى فترة شهادات معينة يعني متخصصة في هذا القطاع هناك عدة حلول ترحت وكان الهدف من الورشة هو الخروق أو الأخذ أفكار الشركات والمتخصصين في هذه الشركات إن كانت هذه الحلول كافية أم أن هناك أطروحات أخرى في السوق وطبعاً هم شركاء في النهاية فنحن نحتاج دعمهم لأن في النهاية نحتاجهم كما ذكرت يكونوا جزء من الحل ونبغى أن نكونوا شركاء في قضية التوطين في نهاية المطاف أنت تحب أن يكون الشاب المتخصص وليس فقط الوظائف التي هي التقليدية مثل السائق الشاحنات وكذا إنه موظائف متخصصة تحب أن تركز على هذه ويكون إن شاء الله في مراكز قيادية فبالتالي أنت تريد تعمل معيار لمعايير مهنية فالدراسة أصلاً تركز على ستين مهنة بعينها في القطاع هذا متنوعة المستويات لدراسة والخروج معاييرها المهنية المطلوبة لأن دراسة المعايير مهمة جداً لتكون طبعاً فيها شفافية وتكون فيها أيضاً يعني المستويات معروفة وشفافية بين العماني والوافد في النهاية يكون منافس لغيره فهذه جداً مهمة المهندس أسهر هل هناك مدة زمنية بين هذه الدراسات وأيضاً مراحل التنفيذ فيها؟ نعم نتأمل إن شاء الله أن الدراسة تقريباً في طورها النهائية المرحلة الخامسة مرحلة واحدة باقية إن شاء الله نخلصها كدراسة تطبيقها يتطلب توقع توقيع بعض التفاقيات مع الشركاء من ضمنها طبعاً وزارة العمل باعتبارها الحاضنة وممولة لكثير من هذه الفرص التدريبية أيضاً مع شركائنا في المعاهد التخصصية والمعاهد المدربة وكثير من الشركات خاصة من الشركات الحكومية سواء من داخل السلطنة أو خارجها؟ أو خارجها طبعاً وكثير المستثمرين ستستفيدوا منها إذن من خلال وجودكم وأنتم يعني عامل أساسي ولبناء أساسية في هذا الجانب أستاذ أزهر ما حجم فرص التشغيل التي ترونها يعني المتوفرة وبيئة العمل أيضاً الجاذبة في القطاع اللوغستي لا لا طبيعياً بما أن مثل ما ذكرت أن القطاع هذا نعول عليه كثيراً ونسبة التعمين حالياً تقريباً لا تتقاوز 33% 22% نسبة قليلة نسبة قليلة نصبياً خاصة إذا بمحتبار يعتبر واحد من القطاعات الاقتصادية الرائدة والتي يعول عليه كما ذكرت بالنسبة نحن كبلد في الرؤية نطمح أن يكون بعد يعني حسب الرؤية أن يكون يعني واحدة من الأفضل عشر دول في الجانب اللوجستي وبالتالي يفضل أن يكون الشاب العماني هو المستفيد الأكبر من هذا يعني طبعاً وهذا هو هدفنا في تقريباً الآن مناحة الفرص في معنا طبعاً تقريباً 16 ألف خريج جاهز ما شاء الله لاستلامة وظيفة تخصصية في هذا المجال نعم بس يحتاج هذا التكسير الذي ذكرته الدراسة وانتخبره إن شاء الله فهذا هو هدف نستهدف 17 ألف و 16 ألف هذا وطبعاً الخريجين اللي يأتيوا كل سنة إن شاء الله يستفيدوا من هذا البرامج وهناك تقريباً 66 ألف وافد في القطاع فبالتالي أيضاً فيه فرص إحلال موجودة طبعاً نحن ما رح نستغنى عن الوافدين كثير من هذه القطاعة تحتاج للعمال الوافدة بعضها تخصصية وبعضها عمالة أيضاً غير ماهرة وما كل الوظائف قابل للتعمين هذا لازم بالأتمة وبكثير من التقنية والتطوير في هذه القطاع نحن نتأكد رح نجعل هذا القطاع أكثر جاذبية وهذا هو الهدف وطبعاً شريكنا الأكبر في هذا هو وزارة النقل للتصالات وتقنيه معلومات إن شاء الله